في احدى الدروس التعليمية السابقة واللي كانت بعنوان تقاطع المتوسط المتحرج كنا خدنا لقطة لتلاتة من المتوسطات المتحرجة تلاتة من الموفنجات وكنا ضيفينها على تشارت واحد وكان الليتشارت اليومي أما في درسنا التعليمي الآن هنعمل نفس الكلام ولكن هنضيف مؤشرات الزخم على الليتشارت هنا هنعرض لك تلاتة من الموفنج وفي نفس الوقت تلاتة من مؤشرات الزخم على الفريم اليومي يعني هنرائب حركة السعر على المدى المتوسط لأننا هنحلل حركة السعر على المدى القصير والمتوسط والطويل تعالوا نشوف مع بعض الرسم البياني اللي قدامنا اللي هو للدولار وهو تشارت الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري كان اتجاه المدى الطويل رايح في ناحية الارتفاع من سنة 1996 لغاية أغسطس 1997 ومن هنا بدأ التشارت بتاعنا ايه اللي بتلاحظه هنا؟ بتلاحظ ان الدولار الأمريكي بيتحرك فوق المتوسط المتحرك اللي هو الموفنج على امتدات فترة 144 يوم احنا عندنا التشارت منقسم الى جزئين جزء علوي وجزء سفلي الموفنج 144 يوم في الجزء العلوي اللي هو الخط الأزرق باللون الغامق وشايفينوا حركة الأسعار اللي هي تشارت الأعمدة باللون الأسود بيتحرك فوق الموفنج باللون الأزرق الغامق يبقى حركة السعر نفسها موجودة فوق الموفنج 144 اللي هو باللون الأزرق الغامق ده في الجزء العلوي طب تحت في الجزء السفلي في لون أزرق غامق ده هو مؤشر الزخم على المدى الطويل هو كمان من بداية التشارت كان اخذ طريقه وبيتحرك في وضع ارتفاع وعلى فكرة هو بيعبر عن المؤشر الشهري اللي استمر في حركة ارتفاعه لغاية لما وصل أعلى قمة له في سبتمبر 1997 وعند النقطة دي تقريبا بدأت تتأكد لنا قمة مؤشر الزخم بسبب حاجتين أولا زي ما احنا شايفين فوق بسبب ان سعر الدولار بدأ ينزل تحت الموفنج 144 يوم خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر 1997 وفي نفس الوقت السبب الثاني بنلاحظ ان قمة المدى الطويل بدأت تظهر لنا نتيجة لظهور ما يسمى التباين السلبي التباين السلبي اللي هو عبارة عن الخط المستقيم المتقطع باللون الأزرق المرسوم على مؤشر الزخم للمدى المتوسط أو مؤشر الزخم للمدى الإسبوعي اللي هي الحركة الزمنية الأصغر من الحركة الشهرية إذن فإن مؤشر الزخم الإسبوعي قدر انه شكلنا قمة تانية في سبتمبر أقل من ارتفاعها من القمة الأولى اللي هي في مارس 1997 يعني حالة التباين السلبي اللي هي على سبيل المثال لما سعر الورقة المالية بيقدر انه يسجل ارتفاع أعلى فوق في الجزء العلوي من التشارت لكن في نفس الوقت في الجزء السفلي من التشارت بلاحظ ان مؤشر الزخم بيفشل انه يعمل نفس الشيء بالتالي هنا اتأكد لنا ان السعر الجديد بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري مقدرش انه يرتفع فوق 1.54 وده كان في أغسطس طيب يبقى في الجزء اللي فات ده كنا بنرائب ايه؟ كنا بنرائب اتجاه المدى الطويل وفي نفس الوقت اتجاه المدى المتوسط عن طريق مرائبة الموفينجات ومرائبة مؤشرات الزخم ودلوقتي هنرائب اتجاه المدى المتوسط ومعاه اتجاه المدى القصير تعالوا نرجع تاني من اول التشارت من سبتمبر 1996 لغاية مارس 1997 كان اتجاه المدى المتوسط بيتسم بالاندفاع يعني اخذ حركة نحية الصعود ولما اتشكلت قمة المؤشر الاسبوعي اللي هو المؤشر اللي باللون الازرق اللي بيقيس الحركة على المدى المتوسط اتشكلت القمة دي وكانت نتيجتها ان سعر الدولار الامريكي انخفض فوق زي ما احنا شايفين في الجزء العلوي من التشارت انخفض تحت المتوسط المتأخر اللي هو على امتداد فترة 55 يوم اتشكلت ازاي؟ اتشكلت قمة المدى المتوسط في مارس لما بدأ يظهر لنا حكتين اولا التباين السلبي في مؤشر الزخم اليومي اللي هو الخط المستقيم المتقطع باللون الاحمر ووجود حالة من التباين ما بين مؤشر الزخم اليومي وحركة السعر نفسها وده طبعا خلى الاشارة تظهر ان سعر الدولار الامريكي مقابل الفرانك السويسري في فبراير 1997 مقدرش ان يرتفع فوق 1.49 علشان كده بنقول ان المؤشر اليومي اللي هو الخط باللون الاحمر واللي موجود في الجزء السفلي من مزبزب الزخم المؤشر اليومي ده سجل اعلى مستوى له في يناير يعني نقدر نقول ان عملية الدمج اللي انت مفروض تقوم بيها فانت بتدمج مؤشر الزخم اليومي مع مؤشر الزخم الاسبوعي في الجزء السفلي من التشارت علشان تكتشف القمة وفي نفس الوقت بترائب حالة التباين السلبي اللي موجودة على الاسعار فوق وبترائب حركة السعر ان هي تنزل تحت خط الموفنج للمدى المتوسط ومن ناحية تانية لما انت بتدمج ما بين مؤشر الزخم الشهري معاه مؤشر الزخم الاسبوعي فانت بترائب القمة اللي بتتشكل تحت في الجزء السفلي من التشارت عند مؤشر الزخم وفوق عند حركة السعر والموفنج فانت بتقارنها مع مؤشر الزخم وبتشوف هل في تباين سلبي ولا مفيش وهل السعر قدر ان يقصر الموفنج للمدى الطويل ولا لا يعني كل اللي نقدر نقوله ان انت لما بتجمع ما بين هذه المؤشرات الستة التلات موفنجات والتلاتة الزخم وتخليهم كلهم مع بعض على تشارت واحد ده طبعا مهم جدا لانه ممكن يوضح لك المصار اللي هتتحرك فيه الاسعار في المستقبل لاي سوء انت عاوز ترقبه او لاي فئة من فئات الاصول المالية اللي انت عاوز تستثمر فيها اذا وباختصار احنا بنرقب المتوسط المتحرك على امتداد فترة 21 يوم بالتزامن مع مؤشر الزخم اليومي وده علشان نشتغل الشغل على المدى القصير او نرائب المتوسط المتحرك على امتداد فترة 55 يوم وده مع مؤشر الزخم الاسبوعي علشان نشتغل الشغل على المدى المتوسط او نرائب الموفنج على امتداد 144 يوم بالاقتران مع مؤشر الزخم الشهري ده علشان يكون شغلنا على المدى الطويل هذه المجموعة الستة او هذه التشكيلة التقنية ممكن تكون في حالة ايجابية او ممكن تكون في حالة سلبية في حالتها الايجابية يعني بتدينا اشارة نحية الصعود وفي حالتها السلبية يعني بتدينا اشارة نحية الهبوط فلو كانت هذه التشكيلة التقنية في وضعها الايجابي معنى كده انه لازم يكون السعر موجود فوق المتوسط المتحرك للمدى القصير ويكون المتوسط المتحرك للمدى القصير او الموفنج للمدى القصير هو نفسه كمان موجود فوق الموفنج للمدى المتوسط وكمان يكون الاتنين الموفنجين سواء للمدى القصير او للمدى المتوسط هم الاتنين موجودين فوق الموفنج للمدى الطويل اللي هو المتوسط المتحرك على امتداد فترة 144 كل ده يحصل وفي نفس الوقت تكون مؤشرات الزخم التلاتة اليومية والاسبوعية والشهرية التلاتة رايحين في ناحية الارتفاع طبعا لو حد سأل مؤشرات الزخم اليومية والاسبوعية والشهرية ايه هي الارقام بتاعتها نفس الكلام 21 و 55 و 144 والمؤشرات دي بتظهر في الجزء السفلي من الليتشارد اما الموفينجات فبتظهر في الجزء العلوي من الليتشارد وطبعا بيحصل العكس تماما في حالة التشكيلة التقنية السلبية زي ما قلنا